ولنقاش هذا الملف عن استمرار تدعية الأزمة السياسية في لبنان ينضم إلينا عبر منصة زوم من مدينة ترابلوس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا مرحبا سيد علي كيف تنعكس مقاطعة دول الخليجية وعلى رأسها السعودية للبنان في الفترة المقبلة على الواقعين السياسي والاقتصادي في بيروت بدون شك لبنان يمر بمعمودية إذا صح التعبير غير مسبوقة هو فجأة وجد نفسه بين فكي كماشة إذا صح التعبير التغول الإيراني من جهة والانكفاء السعودي والخليجي من جهة أخرى وهذا الانكفاء السعودي الخليجي هو يشكل حالة بقية في لبنان لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي والمالي كما هو معلوم يشكل السعودية والخليج شرياء حيوي للاقتصاد والمجتمع اللبناني هذا فضلا عن العلاقة الروحية كون استعودية بما تمثل من قيم روحية إسلامية هي قبلة الكوكب الأرضي قاصمة ومن الناحية كعرب يعني المسائل الحقيقة مسائل مختلفة لكن اللبنانيون اليوم يعني غالبيتهم يعتقدون بأنهم يدفعون ثمان تغول إيران وحزب الله على المنظومة السياسية الحاكمة في البلاد وهذا الأمر أدى إلى أن السعودية شعرت بأنها تتعامل ليس مع كينات ومؤسسات لبنانية إنما مع كينات أخرى تدار من أمان استطارة ومن خلفها اسمها إيران ولهذا الأمر اللافت في التصعيد السعودي الذي اتخذ من تصريح المسكين جورج قرباحي حجة اللافت يطرح سؤال هل أن المفاوضات السعودية الإيرانية التي تدور في بغداد جولتها الرابعة والتي تنوب على وصفها وزيري خارجية إيران والسعودية بالمفاوضات أو الحوارات الودية والاستكشافية هل فشرت هذه المفاوضات حتى انطلق السعودية إلى هذه النقطة الخطيرة لبنانية؟ لكن الموقف السعودي أستاذ علي الموقف السعودي محسوم حيال ما يحدث في اليمن وجرائم ميليشيا الحوثي مع المدنيين فربما لو نركز أكثر على الحلول الممكنة اليوم أمام السياسيين أو ديبلوماسيين اللبنانيين لتجاوز هذه الأزمة ومواجهتها ما تسرب عن المفاوضات السعودية الإيرانية في بغداد أن إيران طلبت من السعودية التحاور مع الحوثيين مباشرة وليس معها حول الوضع في اليمن وأيضا يقول مصادر مقربة من حزب الله تقول بأن إيران الوفد المفاوض بالأراني أبلغ السعوديين بأن عليهم بخصوص لبنان التكلم مباشرة مع حزب الله هذه المسألة ربما أزعجت وأغضبت المملكة العربية السعودية ودفعتها إذهاء إلى هذه الخطوات التصعيدية والتي يبدو أنها خطوات بلا فقف محدد لا يمكن لنا أن نستكاهن بالخطوة الثانية والعاشرة يعني هناك سلسلة من الخطوات أما الموقف الدبلوماسي والسياسي اللبناني للحكومة اللبنانية فهو يعني موقف الحاجة عن فعل أي شيء فهو من جهة هناك شريك مكون أساسي صانع السلطات في لبنان والمهيمن عليها اسمه حزب الله ومن جهة أخرى هناك استعوذية الأب الروحي حاليا للعرب والمسلمين إذا صح التعبير وبالتالي اللبنانيون يجدون أنفسهم في معاضلة صعبة وغير مسبوقة هم لطالما تعودوا أن تكون السعودية والجامعة العربية وفافة الدول العربية إلى جانبهم في معاناتهم والحروب السابقة كما نعلم جميعا لكن الآن المسألة المختلفة لكن إلا ربما أن الموقف السعودي والخليجي واستطراضا ربما يكون هناك موقف من الجامعة العربية في هذه الانكفاءة عن لبنان بمعنى آخر عزل لبنان سؤدي إلى التسليم بأن لبنان بات فعليا في فم إيران وبين مخالبها وهذا أمر أخطار من الانكفاءة السعودي بحد ذلك هل هذا يمهد لتغيرات جيوسياسية وستراتيجية في المنطقة في الأسبوع المقبلة؟ بدون شك يعني أنا أقول اليوم كان لي مقال بعنوان تحب السفراء وثقاطات ميقاتي وماكرون الذي حصل هو التالي أن ميقاتي اتفق مع إبراهيم رئيسي على تشكيل حكومة لبنان برئاسة نجيب ميقاتي وهذا الاتفاك تم من وراء ظهر السعودية التي لم يأخذ رأيها لا من قريب ولا من بعيد في عملية تشكيل الحكومة وبالتالي كانت المعادلة الرعية للطايف السعودية وسوريا ركنين عربيين أساسيين فيها اليوم الطرف الغربي ممثلا بفرنسا بضوء أخضر أمريكي مع الطرف الإيراني قرروا ويقررون المشهد اللبناني هذا الأمر أغضب الجانب السعودي وهنا المسألة الجغرية بدون شك وأن السعودية من خلال الإجراء الذي اعتمدته عمليا أطاحت بثنائية الحكومة المكرسية أو مكرون الرئيسي وأيضا التي تحاول أن تملأ فراغ الانسحاب الأمريكي في المنطقة خصوصا بعد أبغان الثالث والآن الكلام الذي يحصل حول العراق وسوريا وبهذا المجال نعم تكون الدبلوماسية التعودية قد ضدت ضربة كبيرة بهذا المعنى إلى التحرك الفرنسي اللاهث وراء استثمارات وعقود مفطية في العراق نحن نعلم التوقيع الذي موقع مع شركة توتال 37 مليار تقليلا وأيضا هي تلهث وراء فرنسا تلهث وراء استثمارات مفطية أخرى في جنوب لبنان مفتاح الحل والربط والتوقيع فيها بيد إيران هكذا يعتقد مكران وبعض إغفاقاته المتكررة في ليبيا وفي شرق المتوسط وفي دول السحر والصفاء الأفريقية منهم شكرا أشكرك الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شنداب حدثتنا عبر منصة زوم من طرابلوس